بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته يقول مولانا جل وعلا في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام الله أكبر على عطاء الله لحبيب الله إن الله جل وعلا يسارع في هوى حبيبه هكذا كانت تقول له أمنا عائشة يا رسول الله أرى الله يسارع في هواك ألم يقل له في القرآن ولسوف يعطيك ربك فترضى حبيبنا صلى الله عليه وسلم ظل يصلي جهة المسجد الأقصى وهو في مكة ثم انتقل إلى المدينة وهو يصلي أيضا جهة المسجد الأقصى لكن كان يتمنى أن يتوجه في الصلاة جهة المسجد الحرام بلده التي ولد فيها وتربى وعاش وترعرع ونزل عليه الوحي فيها لملا وهي بكة لملا وقد قال وهو خارج منها عندما أخرجه أهله اللهم إنك تعلم أن مكة هي أحب البلاد إلي ولولا أني أخرجت منها ما خرجت اللهم أسكني أحب البلاد إليك فاختار الله له طيبة الطيبة ومع هذا يتمنى أن يتوجه في الصلاة إلى المسجد الحرام فعلم الله أمنية نبيه فحققها له قد نرى تقلب وجهك في السماء وهذا من أدب النبي مع ربه لم يطلب بلسانه ولكن تمنى بقلبه فحقق الله له أمنيته القلبية وقال فولي وجهك شطر المسجد الحرام ثم يخبره بما سيحدث سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم قال الكفار من المشركين ومن صناديد الكفر في مكة إن كان محمد على الحق فقد ترك قبلته وإن كنا على الحق فقد عاد إلى قبلتنا ثم قالوا إن جماعة من أصحابه ماتوا وكانوا يصلون جهة المسجد الأقصى والآن حول القبلة جهة قبلتنا الأولى فنزل القرآن الكريم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم من مات وكان يصلي جهة المسجد الأقصى فصلاته صحيحة ومن تحول إلى المسجد الحرام في الصلاة فصلاته الماضية صحيحة وصلاته القادمة صحيحة لأن التحول كان بأمر إلهي من الله جل وعلا وهنا ملمح مهم أن أتباع سيدنا رسول الله اتبعوا أمر النبي جاءه الأمر وهو في صلاة العصر صلى ركعتين جهة المسجد الأقصى ثم جاءه أمين الوحي جبريل وقال له إن الله يأمرك أن تتحول جهة المسجد الحرام فجاء واحد من أصحابه والصحابة يصلون في مسجد القبلتين وهذا اسمه الآن فقال لهم لقد رأيت رسول الله يصلي جهة المسجد الحرام فتحول الصحابة في الصلاة إلى المسجد الحرام وهذا فيه استجابة لسيدنا رسول الله وطاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحب مكة ونحب المدينة ونحب المسجد الأقصى مصر النبي صلى الله عليه وسلم وأولى القبلتين ونتمنى على الله جل وعلا أن يرزقنا صلاة فيه قبل الممات اللهم حرره وارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين اللهم آمين وصل اللهم على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين شكر الله لكم حسن متابعتكم وسلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته تحياته تحياته وبركاته